نظم مجموعة من ناشطين ومتظاهرين في الناصرية وقفة احتجاجية في ساحة الحبوب بالضد من محاولات تسليم أراضي عراقية من قضاء أم قصر واخور عبدالله لدولة الكويت مبينين أن هذا الأمر لن يتم السكوت عنه لأنه انتهاك لسيادة العراق واقتصاب لأراضيه بحجة ترسيم الحدود للتنديد ورفض قرار أنه استقطاع جزء من أرض البصرة في أم قصر طبعا هذه الأرض اللي راح ضحيتها الكثير من الشباب وخيرة الشباب اللي راحت بالحروب هي من أجل الدفاع عن هذه الأرض فما راح نسمح أنه يضيح شبر من هذا الأرض أو راح نسكت على هذا النظام النظام اللي ما كفاه فساده واللي استمر رغم فساده أنه وصلت المرحلة أنه يبيع الأراضي العراقية كل الشباب وبالأخص أنه شباب تشرين مستعدين للتضحية كما وضحوا فيه تشرين من أجل ثورتهم ما راح يسمعون أنه يضيع متر أو شبر واحد سواء بجنوب العراق أو شمال العراق أنه ما راح نسمح أبدا أنه التفريط بهذه الأرض وراح نكون كل دروع وضحايا من أجل قوة هذه البلد رسالتنا حكومة الإطار حكومة الإطار اللي كتلوا أرواحهم على الحكومة قالوا أبويا إحنا حماة الأرض وإحنا حماة العرض وإحنا أهلها إحنا أهل الدولة إجوا دولة الكويت اللي تعداتها خمسة مليون أخذوا أم قصر أخوار عبد الله من شواربهم وما كوا بيكم رجال فك حلقة لا المالكي لا الخز علي لا هذا العامري وينكم وينكم وإتموا اللي سويتوا رواحتكم قلندازر علينا إحنا أهل الحكومة وإحنا أهله قبل التام يوم قصفوا الشمال ما حد حد شيء هسي أخذوا خور عبد الله واخذهم قصر ما حد 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 جاش وقت تعتون لم تتعتون أرض العراق هي العراقيين أما مسألة الحكومات تتلاعب بها وبترسيم مدفوع الثمن من دول اللي هي دفعة مبالغ لهؤلاء الحكام الخوانة لتغيير مرتسمات الحدود العراقية الكويتية أو غير الكويتية هذا بالتأكيد مرفوض من قبل الشعب ما حد يقرر مصير هذه الأرض ومصير هذا الوطن غير الشعب وكل الاتفاقيات كل ما أبرمت الحكومات والمحافظين ومحافظ البصرة وغيرها بالتأكيد هو مرفوض وحتى قرارات الأمم المتحدة هي مرفوضة ترجمة نانسي قنقر